الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في تونس منذ الثورة تجي تدخل تاخذ الكراسي كما تفضلت قلت ولكن ما تقولش شنوى الرؤى انتاحها مش الرؤية بركة الرؤى هذا هو ولهذا إذا كان فهماش رؤى ما فهماش نية على الحكم وثانياً إذا كان فهماش رؤى اللي ما تكتب خات الرؤى إذا ما تترجم إلى وفق وفق يسمى عقد معنوي عقد أهداف موجودة في التاسية يقولوا القطاع العمومي والقطاع الخاص عندما تكون حكومة قبل ما تجي ولنهارة اللي جات قالت أنا نتعهد باش نكون ثروة بكذا تكوين الثروة الوطنية هي نسبة النمو قداش عندنا نمو في تونس متدهور كيفاش تحب تزيد حسن وضع التوانس وقتليني ماكش تكون في الثروة الوطنية ثانياً قداش من واحد جاء قال التشغيل باش متع الشباب ومتع الطلبة باش يزيد كذا أعطاش رقم حتى حد ثالثاً جيش حده قال أن قيمة الدينار التونسي اللي هبطت أكثر مشتر منذ خمس سنين باش نعود رجحها بتشجيع الاستثمار والحث الشباب واعطاء الإمكانية للشباب باش يصدروا الذكاء نتاحهم كما بلدان العالم أجمع اليوم في الانفورماتيك في الحاجات اللي وقلي كنا احنا في المكتب مدرسناها جمال الشباب يدرسوا وعايشها منها نحط نشاط تعناوات انتوما في الإلكترونيك في الإعلام انتوما عايشين العالم تعليم وغدوة عملنا حاجة في هذا فما تعهد من أي حكومة جات لا النهارة نختم بهذا النهارة اللي رئيسة الحكومة الألمانية مادام ميركل ربحة الانتخابات الأخيرة كانت بالتوازي مع يوم الانتخابات الأخيرة عنا في تونس كيف كيف هي ربحة الانتخابات ومشيت للحزب اللي كان معارض لها هي يمينية الحزب معارض بارتي السوسياليس تلمع وقالت له والله نرجع الثقة للمواطنين والمواطنات ايجا نعمل برنامج مشترك تلموا وعلى عكس ما صار في تونس هذي النقطة اللي نحب نرجع لها اللي نحب نرجع لها تلموا وقت عرف قد يشقوا ويخدموا أربعة شهر بعد الانتخاب ما سماوا لا حكومة ولا شي خلوا يزمنا برنامج عرضوها على الشعب الشعب عرف غدوة شبش يسير بعد غدوة شبش يسير بتشغيل شبش يسير في قيمة المارك شبش يسير معناه المرأة هذي وجماع لي معها ما حتوش لحصيره قبل الجامعة احنا قلنا نحبوا حكومة واحدة وطنية تون رجعو لها انا مش قلت بكل صراحة نهارة اللي سمعت الديسكور متاع الانفستيتور متاع لوزي اللول سي شهد بد ولكن بد اكثر وقت اللي كمل الديسكور متاعه التصفيق متاع المجلس على دسكور حقيقة فارغ ما فيه حتى شي مش نقفو لكل تونس نعمش أنا لغادي يشكون أنا هما فيهم اللي ما همش باقفين تونس اما على مستوى البرنامج ما فيما حتى شي ما وثيقة كارتاج ما نحكيوش عليها فارغة وشين ماشين التوى أنا ما نعرفش شين ماشين الحزاب السياسية بيدا ما نعرفوش شين ماشين الديون متاع البلاد نعرفوش شين ماشين كس كي سباس كس كي سباس سي شاهد أنا ما حصل ليش شرف نعرفه قبل ولكن أنا استبشر الخير في أن الشباب التونسي يتحمل مسؤوليات من هذا القبيل أنا لو كاني حضرت في المجل سفقت عليه سيدنا ناريت عليها على خاطر فرغ ياسر ثقل في قلب التوانسة والتونسيات ومنهم النواب اللي حتى الوقت اللي جاء الاعتراف بحقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي ما كانتش شون ماشين كي سي ماشين بشي 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 انفا قلت هذا عملنا ويلون للمصلين ووقفنا الذين هم على صلاتهم ساهون انسيناها شنية هي شعننا مثل عامي في تونس يقول لك اولها وفق اواخرها سلامة رئيس حكومة جديد يجي يعرض الرؤاء ينتقد اللي سرق بل هذا من واجبه ولكن يجي يقول هاي الوفق انتاعي هاو اللي بش نتفق عليه هاو اللي اقترحه لمجلس نواب الشعب هاو اللي بش يتناقش هذي نظرتي هذي برنامجنا هذي اللي عملتو ميركل خذت وقت ايه انا اللي خلقني علش خلتلك انا اللي خلقني جوشتماها قلتو كدافع ذراعي وقت اللي دونك هو وفما المسؤولية هي مسؤولية فضيعة متعال الاحزاب سياسية ربما توجو عليها ولكن وقت اللي بش تقولي بش نتقشف بش نتقشف بش نتقشف وفما قريب ولا اكثر من اربعين وزارة معتشي ابسوليما غيديكو بارك الله وفيد سابسوليما غيديكو ومام وسمحني ونجمي مشي اكثر معاك ممنعش كان سمعت وروسورما بتبيع في بالك حكيت الاليكونامي على الشهاري متاع الوزارة مليون في الشهاري في بالك مش هي غيديكول ساعة مش هي غيديكول تيش نزيز المناحيلو انا لوزير نحبك تزيدو سوزمناين ونحبو يخدم لي 18 ساعة في النهار مش مش تحيلو مليون ناقصلي من الوزارات فمتني لديكونامي ما حشش بيك باش لوزير نحيلو مليون تيالي ميت تقولك انا جيدو كرعبة وشوفر باش ما يكونش ملزوم باش يراوح للدار وباش يمشي يقضي قضي لدان خيرو انا في الوزارة نتاعو قاعد يخدم بلوتو ك بار حاشل فلا اللي قلقو هذا بانتا في الماشين بو الديت الديت متاع تونس نعرفو هالكل هي صعبة ولكن بس نقعدو نتسلفو نتسلفو انا ما 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 نقولش روما نتسلفوش انا ما نحب نعرف قاعد نتسلف علاش ولواش وكيفاش ونحب اللي ديبانس هادوكم ساعة اسكو سي دي ديبانس بروديكتيب ولا لا بارك الله فيك سي سي هذيك هذيك الكلمة هذيك الكلمة الهامة طبق انتي تتكلم كما كل التونسيين والتونسيات اللي حبوا بلادهم تشدروحك 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 تقول اللي في قلب التونس الكل ولكن توا يزمنا ننظروا للحلول فيني الوفقة يلزمنا اي حكومة بشي صادق عليها مجلس نواب الشعب او البرلمانات الجاية او حكومة جاية يلزم تعتي شنية الوفقة شنولي عارضة معناها نسب نمو قطاعيا شنولي عارضة جهويا شنولي عارضة تشغيل شنولي عارضة تصدير شنولي عارضة في مستوى العملة دونك في مستوى تقليص الديون او اخذ الديون لتكوين اكثر ثروة وطنية بيت القصيد هي من تكوين الثروة الوطنية انا كاستاذ في مدهور التجارة في باريس تصل بنا الحزب الشيوعي الصيني وطلب مننا بش نعطيه دروس متاع مالية واقتصاد شكون قد نكونه اعضاء الحزب الشيوعي الصيني اللي هما رؤساء مدرع عامين متاع الشركات الوطنية الصينية بعد ما نقريوا دروس متاع فنانس نقفوا في العشرة بيش ناخدوا كاستاي معاهم وقلهم والله عندكم البروفيرب متاع موات سيتونج محتو فوقنا شكونوا موات سيتونج رئيسنا قلهم دونكتو ما شيوعين اي احنا اعضاء الحزب الشيوعي ولكن لندروسوا فيه قلتوهم رأوا الأمور المالية اللي بعض الناس يشوفوها كتكوين الثروة وكل شيء هذه أمور رأسمالية خلوش بيه اذا كان تكوين الثروة ام الرأسمالي احنا الشيوعيين الرأسماليين باف احنا انتيجة هي اللي تمنع نحب ونكونوا الثروة بش الصين تولي قوية بش الشعب الصيني حالته تتحسن بش الخدام الصيني وقت اللي يخدم اذا كان الشركة الوطنية ربحت فلوس يعرف انه بش يخلص مليح اما كان يجي مسكين ساقوا عالجمرة يقول زيدون يراني ما عادش خالط كما في قفصة كما في الفوسفات مش منه هو ان الشركة ما زادتوش الشركة ما ربحتش فلوس وقت اللي حقها تربح هذه ما عادش مشكلة اجتماعية ولا مشكلة تسييرية سيطان بروبليم ماناجيرية يقول لي اما تعرف سوق الطيارة وعندك السرتيفكات ويجا تفضل ولما تعرف سوق الطيارة قل خلينا نعمل مهنغرة ولهذا اليوم يلزمنا الحكومة تستعمل المواهب والتكوينات الماناجيرية على تسييرية بشوال لي عقد اهداف ما بين الحكومة والشركات والوزير خدمته شنوه هو وضع العقود هذية بصفة انه يراقبها دوريا وكي يراقبها دوريا وتنجح العملية تكون تونس الكلها ربحت شو الفرق بين هذا والبورسة كيف كيف سوف البورسة خواس كي تحط فلوسك في شركة تقول لك نوعدك انني العام الجاي هاني نظرة مستقبليا تاعي كذافة المياه بشي يجيك منها النصيب صفكة هذية خاصة لا يسيدي اهنا نحبوا الحاجات الايجابية بركة انتها الرأسمالية نحبش الرأسمالية الكل ناخذوها لصالح الدولة لصالح تكوين الثروة الوطنية للدولة لان بلاش ذاكة اولا خلاص الخدامة ما ينجمش يصير خلاص الخدامة ما هوش بشي يجي زادة كصادقة لا خلاص الخدامة بشي يجي من المربيح اللي كوانها الخدام وكوانها المسير للشركة اذا كان منظمنا شروع احنا في هذا الخدام بشي قد هو اللي يخدس الفاتورة ثانيا يلزم الدولة بجهازها التنفيذي اللي هو الحكومة توري انها حاضرة اليوم في تونس ان تستنتج الدرس اللي اختاروا وراجل ما كانش اقتصادي اللي هو اول رئيس جمهورية لتونس اللي حبيب بورقيبة وقت اللي جاء شاف ان الاقتصاد لازم بش السياسة والسياسة الاجتماعية التاعوا والسياسة السياسوية تاعوا تمشي شا عمل قالي اذا كان القطاع الخاص ما هو شي حابب يجاسر ويغامر كما اليوم القطاع الخاص فلوسه مخبينة حتى بعض الناس اقترحوا حاجة انا ضدها اين نطبعو دانانير اخرى بشي لا لا مش بهذا يزم تقنع الناس ان تونس بخير اليوم وغدوة ويخرجوا كل الفلوس يستثمروهم يستثمروهم خاصة نعود نقول في المناطق المحرومة انا ذاك انا ذاك الثروة تتكون في تونس الكل دولة قادة تسلم حكومة قادة تسلم واليوم نحن ننتظر من الحكومة ان تكون هي قاطرة لوكوموتيف بشجر القطاع التونسي مش القطاع الخاص ومش البرانين البرانين هربوا المستثمرين يعطيك صحة هاو جايك البرانين هذين يقلقنا القطاع الخاص قاعد هات من كمش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة